البنات كتعانو لي من سواد من تسبوغات من ريحة العراق من رائحة غير مستحبة رائحة الكريهة اليوم عندي لك الحل حتى البني ديك جبتوليكم يا البنات وصفة معجيزة ربانية ما شاء الله اللهم بارك فيها دقب بطلع لعلاج جميع المشاكل وكتكون مجوجة لمكونات أساسية ولأكيد تكونوا شفتوا الصورة المصغرة دي لهم في هذا الفيديو اللي هما القهوة سريعة الدوابان أو للقهوة حبيبات وكذلك زيت الأطفال بيبي جونسان يعني يا جوج دي المقادير ولا جوج دي المكونات إن فتيتخلطوا مع بعضياتهم تيعطيونا واحد القوام وواحد تخليطة فاعلة تركة لمن ناحية أنها تعالج لك السواد تعالج لك الحروق تعالج لك النودو تعالج لك لاتاش تعالج لك التبرقع بشتى أشكاله وأنواعه وكذلك ريحة العراق واللي بزاف منكم كتعانوا منها التهابات تقولوا لي شنون نديروا ريحة العراق شنون نحتر وليدتنا الصغار فهذا الوصفة آمينة لكم والوليداتكم والله القاسم للبناس إلا سنظر معكم من القلب وسنظر معكم ونمس أكدام مليار في المياه ولكن حيضوا علي العقز ونوضوا جربوا لي اللي غصيت لكم بغتاجي معكم بالمناسبة نتائج لهاد الفيديو خليتوليكم في البداية يعني هد المقطع هذا يعني رأخليت لكم في البداية النتائج المدهلة والسحرية والصادمة لمنحي تبييد الكوعين مهم أي منطقة تقريبا في الجسم رأخليتها لكم بغسيلة وحدك تردك المشكل زائد لمعا الإشراقة والبريق والحيوية والبرودة والانتعاش وزائد ترطيب والتصفية والتبييد يعني ما شاء الله ريحة العرق كتزول ما كتبقاش كان بعض المراهيقات عندهم مشكلة العرق بشكل كتير يعني كتيف بزاف ماشي عندهم مرة ولا جوج طول اليوم كيبقى ديك ريحة العرق يقولوا لي في تعليقات شنو الحال ش حاجة زوينة ش حاجة إفيكات فعليكم اللي بناس بالقهوة وزيت الأطفال والله القسم فاش غادي تجربوا هاد جوج دي المقادير غا تغير حياتكم 180 درجة غا تقلب سفاعلة علىها غا تجربوها بهذا اللي دي تايلي كام باختاجي معكم دائما وأبدا وتفكروني يا لبناس في التعليقات والله القسم غا ترحموني المهم غادي شا ينطول عليكم كتر غادي دباب نمشو باش نتعرفو على المكونات طريقة التحدي المهم لدي الطاولة التفاصيل اللي غاست كما معودكم ولي لا يلحم ولكن بليز غا نطلب منكم حاجة واحدة لبنات هي اللي لايك دي لكم حاولوا تفجروا هاد الفيديو باللايكات كذلك لبنات تشتركوا في القناة تفعلوا زي الجرس خلوا لنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات لاشنو تبغيوا تشوفوا الفيديوهات المقبلة ولا الفيديوهات الماجهة امو المواضيع لتبغيوا نتكلم عني امو لا لي سجل تبغيوا نتكلم فيهم اكيد اي موضوع اي سجل تبغيوا نتكلم فيه فانا حاضرة ندر باش نهضر معاكم لأي حاجة حبيثوها وعلى بركة الله مشوورس نتعرفو على مكونات الوصفة والطريقة دي للتحضير والطريقة دي للستخدام والاستعمال كذلك فكما قلنا البنات اول مكوناين عندنا فادلاغو السيط هما القهوة مميزة القهوة النوعية دي لانتو ماليك تحكموا فيها كذلك البنات ستحتاج معي ان شاء الله زيت الاطفال هادي هنا يا بيبي جونسون في الغوز زيت الاطفال ما كيخطانيش علاش لانني كنعملوا انايا في الوصفات وفي التبريمات كرتب به لوكو ديالي الوجيه ديالي و السي كيكون حاضر عندي نادر على قبل البنيتة ديالي فكنا اخذ ليها قرعة صغيرة وورا ليها وهادي الكبيرة لانواتي 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 تفيدها تقريبا 500 ميلي لتر الزيت الخراكة تكون فاغي 100 ميلي لتر القرعة صغيرة يعني كل واحدة وقرعتها كما تقولوا تسبقا هي تتخدمها وحتى انا كنت تتخدمها اللوكو ديالي يعني وكيخطاني الزيت الاطفال دي ما تكون عندي بعض الناس ممكن مثلا ما يبغوش أو ما يفضلوش أو ما تعجبهم اختياري لكل واحد مع احترام لالآرأ ديالجامع إلا ما تيتفضلي شين تهد الماركة بالضبط تخوضي ماركة أخرى غير المهم شيء يناسبك وتوتم معها يعني الريحة ديالي وكي تعجبك وتبقى في وقوغ ديالك هذا شيء اللوكو ديالي قلنا لبنات جوش المكونات أساسية اللوما لقواه سريعة الدوبان وكذلك زياد جونسن بايبي للأطفال بالنسبة لبنات المكونات التانوية فغدينحتاجوا إن شاء الله إلى الحليب مجفف أو للحليب باودر هنا عندي البنات نيدو يعني حليب مجفف كامل الدسم كذلك البنات عندي كمية من الطين الأبيض لديوبا عند العطار ولا عند العشاب موجود كنت تلبيض الحمر الخضر ولكن الحمر الخضر توتى أغلبية مع البشر المختلطة العادية الدهنية الجافة الحساسة من الأحسن تخذي تلبيض كذلك البنات غدينحتاجوا معي إن شاء الله مكوين زوين من السمو معطر واللي هو باودر دي الأطفال بايبي جونسن ولا دي ماشي بايبي جونسن هادي البنات ماركة أخرى هاد الماركة رخيصة كتلقوا عند الناس المخصصين في بيع خمسة درهم يعني موضة خمسة درهم أما بايبي جونسن تعييرها زوينة عندي تعيير مرة مرة كنديرها إلى عندك ديريها ما عندك شا يديري شي ماركة أخرى المهم شوفينتي شنو غاي ناسبك قلنا لبنات القهوة زيت الأطفال قلنا طيل البيض قلنا الحليب المجفف و قلنا بودرة الأطفال و غادي غادي نخلطوا هاد المقادر هادو ولكن أنا هنا يا غادي نجمع كل شي بالمدية الورد أولا بمازهر شوفو انتو ما شنو غاي ناسبكم البنات إما ما ورد إما مازهر بجوجهم مزيانين لتوتا معاكم وللي عندكم بليطورة مزيان مهم على بركتي الله هندوزو لطريقة التحضير أول حاجة كنت اخذي كميه دي اله يعني كميه دي الطيل البيض بها الطريقة هادي مع كميه دي الحليب مجفف او الحليب باودر هادي ناخدوا لبنات هادو هاد البودرة البيبي و هنفتحوها كما قلت لكم لبنات هاد البودرة هادي زوينة زوينة بزف بزف كتمتاز بالريحة الطيبة يعني فيها واحدة الريحة صراحة غزالة كتهب بالني أنا شخصيا كذلك كتبيض يعني كتساعد على التبيض والترطيب واي حاجة تتفكرك بالوليدة الصغار و لبلي بي بيك تكون فيها عندما البنات انا را ما ضفتش بزاف ضفت كميه قليله و لكن البنات را ما شاء الله كتنسم لي الوصفة هاد البودرة الاطفال غيبو حديتها مع ماورد خطيرة لعلاج لقرحة العرق الناس لي ما كاتبش دير شبه مثلا فعليك غرب هاد البودرة هادي بو حديتها يا البنات سمع شوية ماورد والله القسمي لا خطيرة جربوها خصوصا جربوها هادي لتمنها رخيص كتديريشي خمسة درهم جربوها وردو عليها يا البنات والله القسمي لغترحموني فهذا بغادي ندير شوية دي القهوة يعني كمي دي القهوة سريعة دوبان او لا القهوة حبيبات بنسبة زيت الاطفال كتخلي هو اخر حاجة كتضيفي الكميه اللي بغيتي فيه ما كتبديش به نهائيا فعلى بركتي الله بنصر لان يدفت هنا يكيميز ماورد اشتركوا في القهوة نهائي بقى ينضيف كمية 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 ثم ينضيف كمية ينضيف كمية بسبب ينضيف كمية لا ينضيف 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر